ازاي اوكوا عاملين ايه? يا رب اكونوا بخير طاقع برج الحوت تالت اسبوع من شهر ابريل الفين تلاتة عشرين هبدأ بالجانب المهني. دعم الزملاء داخل العمل هيكون سبب في اسبوع ايجابي وانجاز مهام للعمل. بصوا يا جماعة انا اتكلمت كتير في الموضوع ده. دايما الزملاء المحترمين مش هيكونوا كتير طبعا عشان بس اللي فيشوفني ويقول لي فين دول. لا فيه ممكن تلاقي واحد في وسط مية مسلا. ولكن المهم ان انت زي ما هو بيدعمك انت تدعمه. الحياة هات وخد. الحياة مش خ بس. يعني لازم تعرفي وتعرف ان الحياة كده هاتو خد. هو دعمك انت برضو لازم يجي عليك الوقت وتدعمه. ولكن فيه ناس بتستخدم الدعم ده كحق مكتسب. وده مش صح ومش اسلوب لطيف خالص. عشان تحافظ على الدعم ده لازم انت كمان يطلع منك دعم. او بمعنى صح كده عشان تاخد لازم كمان تدي. ده الصح. ربنا يا رب يوفقكو ويديكو الحكمة ويقويكو. انا بقول كده ليه? علشان التعاون حلو. ما هو الدعم تعاون. الدعم والتعاون حكتين م ربطين ببعض. التعاون حلو. وبيعزز العلاقات. حفظوا على الزملاء المحترمين داخل العمل اللي بيقفوا معكم لانه هم دول اللي هيهونوا عليكم حاجات كتير في الشغل. سواء مشاكل او ضغط شغل. تاني ربنا يوفقكو ويديكو الحكمة ويقويكو ويوعدكو دايما بزملاء محترمين. ندخل بقى على الجانب العاطفي. ابدأ بالعزاب. فرص ارتباط بالنسبة قليلة. والحقيقة هو مش مكتوب ازا كان ارتباط تقليدي ولا ارتباط عن حب او اعجاب. ولكن خليني اقول اهم حاجة في الارتباط ايا كان اللي قلته تقليدي عن حب صالونات. المهم ان الشخص يكون مناسب دي اهم حاجة. تحت اي بند يعني. ربنا يبعت لكل شاب وشابة الشخصية المناسب. عايز اقول حاجة برضو بسرعة قبل ما اطلع من جانب العزاب ده. يا ريت ما نتعلقش بحد الا ما نتأكد من مشاعره. وكمان نتأكد ان هو مناسب لنا. كلام ليك وليكي. ندخل بقى على المتزوجين والمرتبطين. زيارات خلال الاسبوع تعزز من الاستقرار بين المتزوجين والمتزوجين. المرتبطين. يعني المفروض هيكون في زيارات الاسبوع ده. ودي هتخلي الاستقرار اكتر. من الحاجات برضو اللي لازم تشاركوا فيها هي الزيارات. ما تزوروش ناس كائبة ولا ناس تديكم طاقة سلبية. اهم حاجة الناس الفرفوشة. الناس اللي في جواها حب. دي اللي قعدتها هتبقى بالدنيا. وفعلا هتعزز الاستقرار. ولو في مشكلة كمان مش بعيد تنسيكم المشكلة. دايما نحافظ على زيارة الناس اللي زي دي. ربنا يا ربي يهد يسركوا جميعا. وكمان يكمل المرت طابتين على خير. خش بقى على الجانب العائلي. تجمعات عائلية بنسبة كبيرة خلال الاسبوع. ده من الحاجات الايجابية جدا ان عائلات موليد بورج الحوت المفروض ان هيتجمعوا بنسبة كبيرة جدا. يا رب كل عائلة تتجمع على بقية وسعادة وفرح ومحبة. الجانب المالي. ترشيد فيه مصارفكم لتجنب النتائج السلبية. يعني يقللوا من مصارفكم عشان ما يبقاش فيه نتائج سلبية. والمفروض ان ده لو حصل مش يبقى فيه نتائج سلبية. لكن لو ما فيش ترشيد او المصار كيف كانت بشكل يعني بزخ او بشكل مبزر هيكون فيه نتائج سلبية على نهاية الاسبوع. وفيه نصيحة مهمة لازم تفكر في الاستثمار. دي النصيحة المكتوبة. بس انا عايز اقول لك واقول لك اوعى تدخل الاستثمار ما عندكش خبرة فيه. ما ينفعش. الا لو هتستثمر في حاجات اللي هي مش محتاجة خبرة. زي مسلا شهادات بنك اه الاستثمار شهادات الاستثمار في البنوك. مسلا او عقارات. الحاجات اللي انت هتشتري شقة فتاع غلقة او تأجرة. حاجات السهلة. لكن الحاجات اللي محتاجة خبرة اوعى تستثمر مدام ما عندكش خبرة فيها. ولكن لو عندك خبرة ليه لا ده هيفرق معاك وهيزود من دخلك. واكيد اكيد خبرتك هتفرق في نجاح المشروع. ربنا يا رب يوسع من رزقكو. خش بقى على صحاب المشاريع. ارباح متوسطة خلال اسبوع. ربنا يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم. حابب افكرهم بس ايه اللي ممكن تطوروا في مشروعك. هيزود لك الربح. حاول ان انت ما تأجلش النقطة دي لو هتقدر تعملها او لو في حاجة مشروعك محتاجة انك تضفله. ده هيفرق جدا في ارباحك. اكيد انا شفت مشاريع بتتطور وبعد ما كانت ارباحه ليلة ارباحها زادت بسبب تطورها. ربنا يا رب تاني يوفق صحاب المشاريع ويزيد من ارباحهم. ادخل على الجانب التعليمي. طلاب برج الحوت حزاري من اهمال قد يكون سبب في نتائج سلبية. انا خلي بقى لكم يا شباب ويا شابات. الاهمال هيكون سبب في نتائج سلبية. وانا قلت قبل كده في كل الابراج تقريبا بس الاول مرة يشوفني. اه طبعا الاهمال ممكن يكون سبب في نتائج سلبية. اه ده حقيقي ممكن يحصل. فارت ما نوصلش لدي. وما تسيبش نفسنا الاهمال. يعني انت وانت انا عارض خصوصا لولاد. ما تسيبش نفسك الاهمال. الاهمال لو سيبته. هيفضل ياخد منك وقت. ياخد بالوقت. والوقت كتير قوي بيضيع الاهمال. ما هو الا انه بيضيع للوقت. هيضيع لك وقت كتير كممكن تستفيد به. وهيفرق معاك وقت الامتحان. ان شاء الله ان شاء الله نجاح لكل الطلبة. وديك التوقعات برج الحو الثالث اسبوع من شهر ابريل الفين تلاتة عشرين. لو اعجبكم الكلام ده. تنسونيش في اللايك. لو مش مشترك او مشتركة. ياريت تشتركوا عشان شوفوا كل جديد من الفيديوات نوعها. انا كمان بعمل فيديوات معلومات عامة. سيب لكم لينك الفيديوات في الوصف. تاخدو فكرة عن فيديوات القناة. شكرا اوليكو. سلام.